السلام عليكم اليوم سوف نقوم بعمل فيديو بسيط السبع بهارات السبع بهارات في المطبخ الفراخ الخضار مجج من الكوبيبة نصف مجج من الفلفل نصف مجج نصف مجج نصف مجج ربع مجج حبيبي نصف مجج نصف مجج دفع مجج نصف مجج ربع مجج من العطار ربع مجج طازة نصف مجج نصف مجج نشغل الأطعمة في الحقوق نضيف ربع مج من الجنزبيل نضيف آية من القرفة نضيف ربع مج من القرفة نضيف رنزيا نضيف ربع مج من القرفة نضيف الأطعمة وطبعاً حبيتين من جوز الطيب يبقى كده هنقول المقدير تاني مج من الكباب الصيني ونص مج من الفلفل لاصمر وربع من القرفة ومعلتين من الجنزبيل ومعلتين من القرنفل وطبعاً حبيتين من جوز الطيب وكده خلاص يا حبيبي بقى هنبدأ كده نسمي باسم الله كده ونصلى على رسول الله وطبعاً اهم حاجة جوز الطيب طبعاً مش هتنفع في الخلاط او في الكبة بتاعتنا هندق دقها كده بأي حاجة بحاجة تكون جامدة كده عندك في المطبع حتى الشاكوش بتاع البفتيك يا حبيبي كده هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم وكل ما ادق دقيها كل ما تريح اللي انت بتستعمليها يا حبيبتي كده ايوة كده كده نعميها خالص على قد ما تقدري على اساس بردك هو جامد على المطحنة بتاعتك هنتيني كده حتى تكونت في الكيسة كده علشان بردك تعرفية ما تتبحترش منك ولا اي حاجة كده يا حبيبتي كده وتقليب الكيسة الناحية التانية كده كده وكمان لما تتحمص كمان هتوبة سهل الطحن في المطحنة بتاعتك كده خلاص اتهيالي كده خلاص يعني كده احنا نعمناها على قد ما نقدر كده هنجيب بقى الطاصة بتاعتنا الجميلة او اي حاجة اللي انت هتعملي فيها هنجيب طبعا جسط الطيب كده عن فطياف الطاصة بتاعتنا الجميلة ديت هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونقولكوش على الريحة بتاعتها يا بنت رحتها من قبل ما تتحمص ومن قبل ما تنطحن الريحة بتاعتها جمدة جدا ورحتها حلوة خلاص هنحط بقى كباب الصيني كده حبيبي وبعد كده هنحطه الفلفل لاصمر نص مجيب الفلفل لاصمر ومجيب حاله من الكباب الصيني وطبعا ديت الخلطة الاساسية للسبع بغاروت هنحط القرونفل كده القرونفل ايوة وهنحط الحبهان ربع من الحبهان هنحط معلقتين لا ديت مش هحطهم دلوقتي على اساس انا لسه هعملهم على البوتاجاز وحمصهم على البوتاجاز وهقولكو يا بنات كمان تكة حلوة اوي في تحميص الحاجة دي على البوتاجاز طبعا تحميص على البوتاجاز بيبقى حساس شوية طبعا تخلى النار متوسطة كده وكده احنا قلبنا كله على بعض وكده يا حبيبي المكونات كلها على بعضها فيه ناس بقى بتحب تحط ورق لورة مفيش اي مشاكل بس ده بقولك انت لو عملتيه في البيت ده ريحته روعة وجميل جدا وحتقول اللي احنا بنشتره من عند العطار ده كان ايه اصلا الريحة طبعا مش باينة خالص فيها الحاجة اللي انت بتعمليها في البيت متحميصة ومن كده بسم الله ما شاء الله ريحة يعني ولا في الخيال وطبعا ايوة بصي كل شوية حاسس علي احنا مش عاوزين نحمصه احنا عاوزين نسخنها التسخينة الجامدة اللي انت ممكن ما تقدريش تحطي ايدك عليها او بتقدري تمسكي البهارات بعد ما تحمصيها علشان برضك ما يتحرقش منك شاء لو اتحرق منك ايرفى حتة تانية خالص وحنا مش عاوزين الحاجة ايوة كده تمسكي كده كل شوية لأ لسه شوية اول ما تمسكي الحاجة وتلاقيها جامدة يعني سخنة كده في ايدك كده خلاص كده يعني عشرة على عشرة كده حبيبي الحبهان مع جسط الطيب مع كباب الصيني مع الفلفل لصمر يعني حاجة كده جميلة خالص ولسه كمان نحط الجنزبيل ونحط معلقتين من الارفى في ناس بتحب ريحة الارفى او او في الخلطة بتاعتها حط ربع مج مش مشكلة كده قلب المطبخ كمان بسم الله ما شاء الله وكمان لما تطحنيها كده عن نهديها بس شوية كده ونرجع لكم تانية حبيبي على اساس برضك ما نطحنهاش وهي سخنة عشان ما تعرقش في المطحنة وتكلكع مننا وبيب برضك ما بيساعدش او المطحنة انها تنعم هالك اوي لما تبرد كده تبناقتين اعمل المطحنة جميلة وتبخليها نعمة خالص كده عن حط في المطحنة كده ونطحنه وكده على الخلطة يا حبيبي واللي عنده مطحنة يعمل ولي عنده برضك المطحنة بتاعت الخلطة عادي هي اصلا متحمصة مش عضيب اصلا في الفارما ويجريت انت برضك بتشغلي الحاجة برضك تتشغلي واتطفع على اساس برضك المطور بتاع المطحنة او بتاع الخلط يستحمل ويسخنش منك كده حبيبي كده ولسه برضك نعمل فاتكة حلوة كده برضك مع بعد كده كده جميلة خالص بس برضك ايه عن التكة عليها كمان مرة لأكده حلوة كده ولسه برضك لما نشوف هنعمل ايه مع بعض عشان بس مش عاوز اقولك عاوز اقولك كل حاجة في معاتها كده خلاص كده حبيبي وطبعا احنا لما نطحن الحاجات دي كلها مش هنحطها كلها في المطبخ انت عارفين التوابل بتقل لقمتها لما تسيبيها في المطبخ يعني انت اعتقدي حبك كده تستعمليهم في المطبخ ونشوف الباقي هنحطهم فين كده خلاص احنا طلعناها من المطحنة وغربلتها باي حاجة اي اي غربال عندك في عنا انا عملتها بالمصفة وغربلتها بص بسم الله ما شاء الله شوفوا نعمل ازاي واللي طلعته من المصفة لسه بردو هتحانه تاني شو ما فيش حاجة هتترمي ان شاء الله هنحط معلقتين من الجنزبيل ومعلقتين من الارفة واحنا قلنا طبعا في اول الفيديو اللي بيحب الارفة وبيحب الجنزبيل يهم الربع وربع وان شاء الله هتعملوا الحركة والتكات الجميلة ديت والخلطة الجميلة السحرية ديت مش هتشتروا تاني من عند العطارين سوى ابو هاروت ولم تدوها ولما تشموا ريحتها كمان يا بنات كده خلص كده خلصنا وشوف نعمة خالص ازاي وجميلة خالص مولخوش بقى بسم الله ما شاء الله عن الريحة بتاعتها روعة 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 هنجيب بقى قلبة البهورات بتاعتنا بتاعت المطبخ اللي احنا بنستعملها اليومية معانا هنعبيها بقى يا بنات كده بمعلقة صغيرة كده كده حبيبي كده هنعبيها كده يا حبيبي كده هنضطيها بقى ودي طبعا مقفولة هيت وجميلة خالص هيت هنضطها بقى في المطبخ هنبيجيب بقى كيسة كده حلوة هنعبي الخلطة السحرية الجميلة السبع بحرات ديت وطبعا هنشيلها في الديب في ليزر عندنا لما تخلص العلبة بتاعت التوابل هنسحب منها شين تبقى طازة بطازة والريحة بتاعتها تبقى جميلة طبعا انتوا عارفين الحاجات دي كلها تتحط في الديب في ليزر وطبعا تحطيها زي المنطقة او زي ممكن تدبسيها ممكن تربطي الكيسة عادي خالص كده اهم حاجة بس تشيلها في تضيف ليزر على اساس ودي طبعا هنستعملها هنشيل بقى المتجات كده بتاعتنا حبيبي كده ويعني كده احنا كده خلاص خلصنا الفيديو ويا رب تكونوا استفدتم الفيديو ده ويا ريت تعملوا السبع بهرات في البيت ما تشتراهاش جاهزة هتفرق معاكوا في فريق جامد جدا ومتنسوا بقى في الشير واللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد وكل سنة وحضراتكم طيبين